السلام عليكم. يا ترى ايه لا يحصل ان الصين لما تبقى قوة عظمة وان هي تغلب امريكا في مجالات التكنولوجيا والتسليح وحاجات تانية كتير وان هي تبقى القوة الاكبر في العالم. يا ترى العالم هيبقى شكله ازاي لما الصين هي لا تحكم. وده كان سؤال كان معظم الناس بتسأله سواء الغربيين او القادة العسكريين او الاستراتيجيين كانوا بيتكلموا ده اللي هيحصل في خلال الفترة الجاية. ولكن امريكا نزلت على الصين ما يشبه القنبلة. قنبلة حرفيا في كل حاجة انها هتعمل دلوقتي شلل لمجال التكنولوجيا الصينية. حرفيا الكلام ان احنا هنرجع مجال التكنولوجيا الصينية ده لما قبل الالفنات. هنرجعها ما يقارب الخمسين سنة ورا. في الفترة اللي فاتت امريكا سنة قانون والمفروض ده يبدأ به العمل يوم واحد وعشرين اكتوبر سنة الفين اثنين وعشرين القوانين دي ملخصة كالقاتي. اول حاجة ان انت عندك بروسيسور. طبعا البروسيسور لمعظم الناس اللي بيتابع التكنولوجيا هتعرف ان البروسيسور لهو حاجة اسمها ستتاشر نانو يبقى الافضل منه معمريته هتكون اربعتاشر نانو. والمفروض كل ما بيقل عدد النانو يبقى افضل. يبقى انت عندك هنا النانو كل ما بيقل يعني لو قلت اربع نانو. فاستاشر نانو يبقى الاربع ده رهيب جدا بالنسبة للستاشر. فهنا امريكا منقت تصدير اي بروسيسور اعلى من الستاشر نانو. يعني ولا هياخدو الاربعتاشر ولا بعد كده. فبالتالي ان هو منتش وغدنا. ولا هياخدو المكان اللي بيصنع البروسيسورات برضو نفس الوضع. حتى ان الصين دلوقتي عندها ما كان بيصنع الاربعتاشر نانو. ده الفترة الجاية كمان مش هياخد صياناته. فبالتالي ان خطوط الانتاج الصينية دي هتوقف. وانتاج البروسيسورات وحقوقها وان هو بيتصميمها ازاي وكلام ده كله كلها براءات اختراعات غربية وامريكية وان براءات دي محرومة منها الصين. يعني الصين يبتدي فروم سكراتش كده وبتدي بقى ان انت تعملي كل حاجة من الاول تاني كده بسم الله الرحمن الرحيم. دي حاجة. طب خلاص الصين احنا هنعمل كل ده. مش مشكل. طب مين اللي هيعمل? الخبراء اللي عندنا. اللي تعلموا براء. والخبراء اللي مسكين اساسا من مناصب الادارية الكبرى واللي تعلموا وكدحوا براء والكلام ده. اللي معظمهم معاهم كرين كارد. طب امريكا منعت اي حد شغال بالكرين كارد ان هو يشتغل في اي مؤسسة تكنولوجيا صناعية. اللي هو بقى طب مش دولة هيصنع لك برض دولة مش مستوى طبعين لك. يعني انت مش هتبتدي فروم سكراتش ده. هتبتدي فروم سكراتش لسكراتش. هتبتدي بتلميز البت ده ان انت تتعلمه. في يعني بالتالي ان هي الصين تم وضعها في خانة تدياك في الموضوع ده. ولكن الصين هلها هتستسلم ولا لا? ما اعتقيتش. يعني الصين كان متوقع انها في خلال 4-5 سنين تعد الشركات التكنولوجيا الامريكية في حاجات كثير. ده الوضع ده هتضاعف في الوقت ممكن عشر سنين زيادة كمان. والتالي ان انت الصين يدلها يعني كزا ضربها في حاجات تانية. فدي هتأثر عليهم شكل جيد. ولكن الصين في اي ده حاجات كثيرة جدا. غاية دلوقات الصين ما قالتش هتامل ايه. هي قالت ان احنا حرب وان احنا هنامل وهنامل. ولكن هما ما قالوش هيعملوا ايه بالزبط. ولكن هما عندهم حاجة كبيرة جدا وهي. العناصر النادل وهي بتخش في الصناعات الاساسية في العالم كله. سواء من اول موبايلات لغاية السواريخ لغاية حاجات تانية كتير. فبالتالي ان انت لو دولة تمنعتها على دول غربية هيتم صعود اسعارها بشكل خرافي. خلي بالك ان الصين هي الاكبر في التصنيع واستخراج المواد دي من الارض. فبالتالي ان الصين كده هتحط الغرب في خانة تدياك في الموض فهنا هيتشلل الاقتصاد العالمي اكتر ما هو مشلول اساسة كفاية. فبالتالي ان هو الحرب دلوقتي دخلت في المجرىات تانية كثيرة. فبالتالي ان وصلها هتحطى في خانة اليكا وان هي تتعامل اعمل الاخرق الوحيد اللي هيكون قدامها وهي اكتيع تايوان. بالتالي ان هي يكون تحت اديها مصانع تي اس ام سي اللي هي الاكبر في تصنيع الشبات في العالم ودي 60% من الشبات الموجود في العالم كله منها. فبالتالي ان هو يكون تحت اديهم منجم يستفيد بيه لغاية ما يعوضوا النقص الح اللي يحصل لهم في السوق. فبالتالي هنا امريكا فعلا بتدفع الصين الى حرب ممكن تكون حرب مدمرة للعالم كله. يا ترى ايه لا يحصل ربنا يسطر خلانا نشوف وخلانا نشوف اخرة الهابة الاقتصاد اللي احنا عايشين في ده. سلام.